أمام تجمع للحزب الحاكم في أنقرة شن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان هجوما على حليفته في الناتو واشنطن لما وصفه بتقعوسها عن الإفاء بوعود المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا أردوغان وخلال كلمته اعتبر أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة للحد من نشاط المسلحين الأكراد عند الحدود السورية التركية لا تشكل خطوات ملموسة على جانب الآخر من الحدود جاء الرد سريعا من الأكراد بالتهديد بإشعال حرب شاملة في مناطقهم مع الأتراك دفاعا عن أنفسهم إذا ما أقدم الجيش التركي على الهجوم على أراضيهم مع التجديد على أن قسد ملتزمة بالآلية الأمنية وتتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة فيما طبول الحرب تدق في المنطقة أعلنت فصائل المعارضة التي تدعمها أنقرة تأييدها لأية عملية عسكرية للجيش التركي شرق الفرات عبر دمجها فصائل مقاتلة تحت لواء جيش واحد ربما لتستعين به أنقرة كقوة متقدمة في الحرب مع الأكراد ولضبط الأمن في مناطق العملية العسكرية التركية إذا ما نفذ أردوغان تهديده بشنها مستغلاً انشغال البيت الأبيض بمعركته مع الديمقراطيين حسب مراقبين ترجمة نانسي قنقر